الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نرجو بها النجاة يوم الدين وأشهد أن محمد عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله وأمينه على وحيه شهادة نرجو بها صحبته في جنات النعيم اللهم إن هذا يقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعاتك فاغفر لنا اللهم إننا نسألك رضاك والجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من سخطك والنار وما قرب إليها من قول أو عمل اللهم عجل فرجنا يا رب العالمين اللهم عجل فرجنا يا رب العالمين اللهم عجل فرجنا يا رب العالمين من كل هم وغم عامة وخاصة هذا الوباء حتى نعود إلى حياتنا العادية وإلى مساجدنا قبل ذلك يا أكرم الأكرمين اللهم أمين مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذا اللقاء الأسبوعي في ميزان حسناتكم إن شاء الله أذكر نفسي وإياكم بأن هذا المجلس مجلس ذكر والنبي صلى الله عليه وسلم بشر الذين يجتمعون لذكر الله عز وجل إذا اتقوا الله عز وجل حسب استطاعتهم بالملائكة تتنزل عليهم بالرحمة والسكينة تحفهم الملائكة وتتنزل عليهم الرحمة وتخشاهم السكينة من رب العالمين فنسأل الله أن يجعلنا أعظم نصيب من هذا الحديث إن شاء الله مرحبا بكم جميعا ونسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن يستمع القول فيتبعوا أحسنها اللهم أمين ركن هذه الليلة وهو الركن الأخير من أركان الإيمان الإيمان بالقدر خيره وشره من الله تعالى في حديث جبريل عليه السلام والذي بدأناه مع بداية شهر رمضان المبارك ولما ننتهي منه حتى الآن ونحن في آخر ركن من أركان الإيمان الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله عز وجل التعريف بالقضاء والقدر هذا الركن من أعظم الأركان التي زاغت به الناس وضل به أقوام وكفر به آخرون وهو مزلت الأقدام وضياع وضلال كثير من الناس حتى أن هناك فرق من الفرق التي تسمى فرق إسلامية سميت بالقدرية سواء الذين أنكروا القدر أو الذين غالوا في إثبات القدر فهو جد خطير وهو سر الله في خلقه لنستمع إن شاء الله في هذا الموضوع بقلوب مقبلة على الله عز وجل التعريف بالقضاء والقدر وما الفرق بينهما أول ما يجب على المؤمن معرفته من القضاء والقدر هو معرفة ما هي كل واحد منهما إيش تعريفه؟ شو يعني القضاء والقدر؟ نسمعها كثيرا وبنسيئ لها حقيقة مسألة القضاء والقدر نعلق على شماعة القضاء والقدر كثير من تقصيراتنا كثير من معاصينا كثير من أخطائنا حيانا جرائمنا نسأو الله العافية ونعلقها على القضاء والقدر وكأننا نبرر لأنفسنا مثل هذه الأعمال أو القعود عن العمل والاجتهاد والجد في الطاعة والاستجابة لداعي الله ورسوله أو الجد في الحياة كطلب الرزق والشهادات العليا والقيام بواجبات من كلفك الله عز وجل بحاجاتهم ونفقاتهم نعلق كل شيء على القضاء والقدر نفهم ما هو القدر القضاء أيها الإخوة والأخوات إيجاد الله تعالى الأشياء حسب علمه وإرادته حسب علم الله وإرادته خلينا حط مقدمة سنحتاجها بعد قليل إما في هذه الليلة أو الليلة القادمة القدر له مراتب أربعة تسمى مراتب القضاء والقدر المرتبة الأولى العلم المرتبة الثانية الكتابة المرتبة الثالثة المشيئة أو الإرادة والمرتبة الرابعة الخلق احفظوها العلم والكتابة والمشيئة والخلق علم الله عز وجل سبحانه وتعالى لأنه علام الغيوب لأنه لا يخفى عليه شيء لأنه ليس في حقه غيب أو شيء مضى أو مستقبل أو معلومات تحجب حاشا عز وجل لأنه لا يصلح أن يكون إله من لا يعلم فهو علام الغيوب لا إله إله وهو العليم الخبير فعلم من فلان ابن فلان اللي مولود في بلدة كذا في تاريخ كذا في يوم كذا في دقيقة كذا حتى أو ثانية كذا علم منه سبحانه وتعالى أنه لما يكبر هذا الإنسان وصير عمره خمسين عام مثلا أنه سيقع في معصية من المعاصي علم الله عز وجل ذلك فكتبه أي انتقلنا الآن للمرتبة الثانية علم سبحانه فكتب أمر الملائكة بأن تكتب مقادير الخلائق كل الخلائق حتى هذه الآن وأنا بحرك بإيدي هذا مكتوب هذا مكتوب وما بتزيد الحركة ولا بتنقص عن المكتوب أبدا والأنفاس أعدادها مكتوبة والآجال والأرزاق وكله مكتوب فعلم أولا ثم كتب ثم شاء الله أن يقع هذا الأمر سواء كان أمر خير أو أمر شر لأنه لا يقع في ملك الله شيء غصبا عن الله عز وجل حاشا شاءه شاء أن يقع ثم لما شاءه بناء على العلم والكتابة لما شاءه خلقه عز وجل فالله خلق أعمالنا أعمالنا للطاعة والمعصية كلها مخلوقة لله عز وجل فهذه الأربع مراتب خليها ابنهنكم ونحن ماشيين في الموضوع نحتاجها العلم وهو الأصل ثم الكتابة ثم المشيئة أو الإرادة إسماني لمسمى واحد ثم الخلق ألا له الخلق والأمر الله يخلقنا ويخلق أعمالنا سبحانه وتعالى وبعض الناس يقول الله يعني بخلق حتى المعاصي بخلق يعني معاصينا أعمالنا في منها طاعات وفي منها معاصي فالله يخلق الطاعات آمنا الصلاة الصيام يخلقها عز وجل لهدايتنا طيب يخلق معاصينا يخلق كفر الكافر وإيمان المؤمن الجواب نعم واللي بسهل عليك أنه الله يخلق هذا وهذا حول هذه الأعمال إلى أشخاص الأعمال هذه اللي احنا بنعملها حولها إلى أشخاص مثلا من خلق أبا بكر من خلق قبل أبو بكر محمد عليه الصلاة والسلام من خلق جبريل عليه السلام من خلق نوح وإبراهيم من خلق أبا بكر وعمر وعثمان وعلي جواب الله من خلق فرعون ومن خلق هامان ومن خلق الشيطان ومن خلق أبا جهل ومن خلق أبا لهب شو الجواب خلقهم واحد ثاني ولا اللي خلقهم ربنا اللي خلقهم الله عز وجل فالله خلق المؤمن وخلق الكافر وخلق كفر الكافر وخلق إيمان المؤمن سنأتي إلى هذا التفصيل بإذن الله وإحنا ماشيين فالقضاء إذن إيجاد الله تعالى الأشياء حسب علمه وحسب إرادته سبحانه وتعالى هذا إيش هو؟ القضاء إيجاد الله عز وجل الأشياء حسب علمه وإرادته والقدر هو علم الله بما ستكون عليه المخلوقات في المستقبل هذا القدر علم الله عز وجل بما ستكون عليه المخلوقات في مستقبل الأوقات فالأول هو إيجاده خلقه الأشياء حسب ما علم وحسب ما شاء قلنا علم فكتب فشاء فخلق فالقضاء خلقه إيجاد للأشياء الإيجاد يعني الخلق خلق الأشياء حسب علمه وإرادته والقدر هو علم الله بما ستكون عليه المخلوقات في المستقبل في تعريفات كثيرة الحقيقة الإمام أحمد قال رحمه الله تعالى عرف القدر بكلمة واحدة قال القدر هو قدرة الله بس القدر قدرة الله ولك أن تسبح في هذه الصفة من صفات الله وهذا المعنى العظيم ما شئت وتفكر فيه ما استطعت فقال القدر هو قدرة الله لكن ظاهر بعض أهل العلم ضبط الموضوع بطريقة يعني ربما إلى حد ما جامع مانعة قال في تعريف القضاء هو أنه علم الله السابق بالأشياء وكتابته لها قلنا علم فكتب هذا اللي إيش هو القضاء علم الله عز وجل السابق بالأشياء وكتابته لها والحقيقة ورد حديث صحيح بأن الله عز وجل قبل أن يخلق الخلق بخمسين ألف سنة خلق القلم وقال له أكتب قال وما أكتب قال أكتب مقادير الخلائق إلى أن تقوم الساعة كل شيء كل إشي رزقك زواجك طلاقك حياتك مماتك مرضك صحتك كل شيء أمره الله عز وجل فجرى القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة وذلك قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة شايفين وأن تنكتبت الأمور لماذا؟ لأن الله عالم الله عليم هل يعقل أن هناك مؤمن يعتقد أو يساوره شك بلاش نقول اعتقاد أن ربنا لا إله إلا هو في أمر غايب عنه لا إله إلا هو حاشا في أمر مخفي عنه ما بعرفه هيصير مثل ما قال الكفار والعياذ بالله بده يصير لكن ربنا الآن ما بعرفه بدى له الذين قالوا بالبداء هل يعقل في مؤمن بقول هيك أنا وإنت بشر صح بنعرفش الحين أنت وين في دارك إذا عندك متجر ما بتعرف شو بصير فيه تقريبا لا بدارك أنت بغرفتك بتعرفش اللي في البيسمانت ولا بتعرف الولد اللي في الغرفة اللي بجمك لأنه إحنا بشر قاصرين ما نعلم إلا الأمور الواضحة جدا لكن سبحان العليم الخبير لا إله إلا هو إذن هو أنه القضاء علم الله السابق بالأشياء وكتابتها لها وكتابته لها وأما القدر فهو وقوع هذه الأشياء وحصولها على ما كتب الله عز وجل على ما كتب الله إذن تقع بناء على علمه وكتابته سبحانه وتعالى هذه الأشياء فهذا هو القدر وهذا ما دلت عليه آيات كثيرة من القرآن وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الله يقول عز وجل ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون فالقضاء إذن من هذه الآية ما سبق القدر ما القضاء قبل القدر فالقضاء كما هو بي في هذه الآية ما سبق القدر وقال تعالى وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيْلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهُمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وإلى الله ترجع الأمور فقضاء الله تعالى هو علمه السابق بالأشياء وكتابته لها علمها فكتبها مرتبتين من مراتب القضاء والقدر هذا القضاء وقال تعالى في الآيات التي تقرر أن القدر هو قدرة الرحمن وقدرته سبحانه وتعالى شاء فخلق علم فكتب شاء فخلق قضاء قدر وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم فذكر عز وجل هنا أن القدر السابق عند الله وفي علمه إنما هو مصاحب لنزوله ووقوعه وغيرها من الآيات التي تدل على أن هذه التعريفات وغيرها مما عرفه علماء السلف الصالح كل صحيحة متقاربة والله تعالى أعلى وأعلى في هناك أهل المعاصي والقدر نتكلم عنهم قليلا أهل الإيمان الصحيح والعقيدة السليمة هم وسط في كل الأمور لأن المؤمن يجب عليه أن يؤمن بالقدر خيره وشره وحلوه ومره من الله سبحانه وتعالى هذا المؤمن ولذلك جعل ركن من أركان الإيمان الإيمان بالقضاء والقدر هذا نظام العالم كله هذا القضاء والقدر تختصر في آية واحدة بس وهي لا يسأل عن ما يفعل وهم يسألون لما آمن فلان ولما كفر علان ولما عاش هذا عشر سنين ولما عاش هذا مئة ولما هذا كان غني غنى فاحش وهذا فقير فقر متقع ولما 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 لا يسأل عن ما يفعل يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد لا إله إلا هو الله سبحانه وتعالى is above questioning no one has the right to question الله يعني على مستوى على مستوى البشر بعض البشر اعطوا هذا الحق الآن في علم العسكرية نفذ ثم ناقش يعني ما يصلح كل ما أراد القائد العسكري وهو في الميدان وفي اشتباك الصفوف ويأمر الجند يقول له لا معلش خلينا نقعد ونتشاور ونأخذ فوت ما بتروح بموت الناس بنقتله هذا لبشر لبشر أستاذك في المدرسة إلى حد ما احنا عيامنا بجوز اليوم الأستاذ بنقش والله علم بجوز بضربه كمان احنا عيامنا اذا مر الأستاذ من طريق بنستحن نمر بنفس الطريقة أو بنبعد شوية أو ايش تؤمر شو بتحب نساعدك يعني لما كان فيه احترام عظيم للمدرس ففيه بشر أحيانا بعض الناس جعلوا للحكام أن لا يسأل نعوذ بالله عما يفعل حدو لا يسأل عما يفعل طب لا يسأل عما يفعل هل حاشا اختصاص بهذا فيه حيف على البشر فيه ظلم على البشر نعوذ بالله عز وجل نعوذ بالله الله عز وجل المتصف بصفات الكمال والجمال والمنفي عنه صفات النقص ربنا عز وجل لا يظلم مثقال ذرة إني حرمت الظلم على نفسي لكن الله حكيم فيما فيما يفعل فيما يأمر فيما ينهى فيما ينهى عنه عند الحكم لا إله إلا هو الكاملة فلازم تؤمن بهذا في قرار قلبك أنه لا يسأل عن ما يفعل فاللي يفعل ربنا غاية الحكم لا إله إلا هو غاية الحكم سبحانه وتعالى قد تظهر لك وقد لا تظهر ولقد رأينا من العجب العجاب في قصة موسى والخضر عليهما السلام فيما كان يظهر لموسى أعمال شر لا يمكن أن يقبلها عقل وفي حقيقة الأمر كانت أعمال خير كما بيّنها موسى للخضر ولو أن موسى صبر كما في الأثر لأران الله من حكمته العجائب سبحانه وتعالى فإذا نؤمن بأنه لا يسأل هذا المؤمن بيقبل بهالكلام اللي مش مؤمن ما بين ناقشه في القضاء والقدر المش مؤمن بين ناقشه في الله عز وجل أن يتقبل وأن يرضى وأن يعتقد بالله رب العالمين وصفاته سبحانه وتعالى فأما المؤمن فإنما مطلوب أن يعلم فإذا علم اعتقد وقال آمنا سمعنا وأطعنا فإذا المؤمن مطلوب يفهم أنه الله عز وجل لا يسأل عن ما يفعل وإذا عمل زلزال في بلد أو لا إله إله قدر لبلد أن ينعم ببعض الأمور من الأموال والذهب والبترول وغيره ولبلد أن يجوع وأن يعرى وكل صادر عن حكم لرب العالمين ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون كل صادر عن حكم متى ممكن الإنسان يكون مبرر يعني أنا الآن بدي أتنازل بالنقاش مع أنه مش لازم أقول هذا الكلام لكن من باب التنازل حتى نفهم بيكون إلك مبرر إذا كانت هذه الدنيا هي نهاية المطاف وليس هناك آخرة بجوز بصير تسأل يعني تزنط فير يعني واحد بموت فقير واحد غني واحد حياته كلها كانت بهالمستشفى بربيش من حد ما ولد ومرض وجوع وشقاء وتشريد ولجوء وناس بتعيش بمنغنغة وبالأموال والقصور والدور والأموال والأولاد يعني اتزنط فير اتزنط فير إذا كان هذه الدنيا هي نهاية المطاف أما إذا كان هناك يوم وحياة قادمة سينصف فيها الخلائق مثل ما حكينا باللقاء الماضي عن الإمام باليوم الآخر وكل واحد يأخذ حقه كامل ما إلك حق تنتقد أو تعتب أو تسأل والأصل ما إلك حق أصلا لكن أنا بحاول من باب التدرج بالفهم والشرح يعني أنت جبت خمس عمال لبيتك يكسروا هالجدران ويحملوا كل هال المكسر على أظهرهم مساكين ويرموا بها في الخارج وربما جاعوا عرقوا تعبوا ولكن هم إنما يفعلون هذا اللي فيه تعب وفيه شقاء وفيه عناء وفيه عرق والواحد بروح بنام بدون هز منهم لأنه ينتظر في آخر هذه الجولة ما هو يمسح كل هذا العناء ما هو أجره ماله ولشو جابوا عليك يعني شو هالعلاقة بينك وبينه لما بتجيبه ويشتغل في أشغال في بيتك ولا ينظف في حماماتك ويعمل لك بلمينج سيستم ولا سيرفس وشو يعني مشان سواد عيونك لأنه نهاية المطاف لما تعطيه لأجرة وبتكون كريم وتزيده شوي يعني تيك شأن المسلم لازم يكون مش بخي للمسلم ينشي فريق العام أو ينكره حقه أنه بيجيني شكوى من بعض العمال بقول اشتغلت كذا كذا وقال لي مع السلامة إليك والله كريم يا ابن الحلال إذا ما بتسكت بأتصل في الجماعة بيجب واخذوك أنت ما عندك وراق يعني كأنه يستعبده يعني كأنه يستعبده فإنت اللي بيشجعك على تحمل الصعاب والمشاق والجوع في الصيام والقيام اليوم الفجر بنقوم بدري جدا ما لحقنا ننام اللي احنا صاحين العشة متأخرة والفجر بدري شو اللي يتقومك لما تنتظر تنتظره من مكافأة عظيمة تستاهل هذا التعب وزيادة تستاهل هذا التعب وزيادة فاللي بده يقول ليش هذا غني وليش هذا فقير بنقول له ما خلصناش لسه طور روحك طور روحك ما انتهتش ما الفقير بصير غني والغني بصير فقير وتأتي أيام الفقير بنسى فقره بنسى عذابه والمريض بنسى مرضه لما يشوف النعيم اللي الله عز وجل مجهز له يا إذا اتقى وصبر فطور روحك ما تستعجل ما خلصنا انت تفكر حياتك هي هذه اللوزي 80 years يعني هي بدأت تحكم كل الأمور هذا الكون عمره ملايين وانت ثمانين سنة يعني نص النوم ونص شباب بقيت يقال جاهل ما بعرفش والمرض والشقة والعمل بصف فيه المجرومات يعني بيطلع عني شي شي فما تستعجل ما تستعجل وتحكم على الأمور ربنا عز وجل يفعل ما يشاء ويحكم بحكمة بالغة تظهر إليك أحياناً لا تظهر معنا هذا البيبي الصغير اللي ولد لتوهي ومن رحم أمه إلى سرير المستشفى بالألام والدماء والتست والأبر والكذا أنت أرحم أم الله الله له حكم فيما يجري هذا شأن المؤمن هذا شأن المؤمن التسليم لا يسأل عن ما يفعل ما أحد ينازع بهذا هذا رب هذا إله هذا اللي خلقني وخلقه وخلق العالم وهو كما خلقت يميتك سبحانه وتعالى إذن وحلوه ومره إذن خلينا نقول هذه خلينا نفصل فيها القدر في قدر خير حلو وفي قدر خير مر وفي قدر شر حلو وفي قدر شر مر مش حزيرة يعني خلينا نفصل في هذا الأمر نضرب أمثلة القدر الخير الحلو ما وقع للمؤمن في حياته من خيرات من طاعات من أموال حلال من أولاد صالحين من هذا قدر خير وحلو للمؤمن والقدر الخير الشر ما أصاب المؤمن من المصائب فهو من جهة خير ليش؟ لأنه عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له وليس ذلك إلا للمؤمن يبقى بالنسبة للمؤمن القدر على كل حال خير حلوه ومره ففي إذن قدر خير حلو للمؤمن وقدر خير شر للمؤمن عفوا مر قدر خير مر شو المر؟ قلنا المصائب فقد الولاد فقد المال حرق البيزنس الأمراض التي تصيبه الأوجاع التي تلم به الهموم والغموم هذه مرة ليست حلوة لكنها خير فهذه صفة المؤمن هذه خير أما القدر الشر الحلو فهو ما يصيب غير المؤمن من ما في هذه الدنيا من شهوات ومن أموال ومن شهرة ومن دور ومن غير الأولاد والنساء والقصور والدور وغير ذلك والسلطة هذه بالنسبة له حلوة شيء الإنسان يستمتع به لكنه شر لأنه عاقبة شر بالنسبة لغير المؤمن عاقبة هذا الأمر شر لأنه كل هذا سينقلب عليه وهذا القدر الشر الحلو والقدر الشر المر ما يصيب غير المؤمن من مصائب وأمراض وفقد ولد وفقد مال وهم وغم وغير ذلك هو بالنسبة له شر مر هكذا فلذلك ينبغي أن نفهم الأمور بأنه لما يقع للمؤمن مصيبة شو بقول الحمد لله التي لم تكن أكبر الحمد لله التي لم تكن في الدين الحمد لله وهذه المصيبة ترفع عند ربنا درجات عالية فأولئك عليهم صلواتهم من ربهم ورحمة وأولئك هم المفلحون الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه رجعون شوف ربنا كذيش أعطاه كذيش أعطاه على هذا الصبر على المصيبة اللي صارت يوم القيامة بعض الناس لما يرى كيف الله يصب على الصابرين الأجر بغير حساب صب يتمنوا لو أن جلدهم قرضت بالمقارض وفازوا بمثل هذا الثواب من الله عز وجل نسأل الله العافية لا نسأل الله العذاب ولا نسأل الله الابتلاء نسأل الله العافية لكن لو وقع له الإنسان فإنه يفهمه بهذه الطريقة بهذا يكون من أهل الإيمان هذا الإيمان الصحيح وأما من كفر بذلك أو أنكر القدر أو القضاء أو اعترض على الله وقال شمعنا الناس بتلعب بلي فلوس لعب شمعنا أنا بطلع من مصيبة بخش بمصيبة السيارة ضربت المرأة طلقت الولد شرد البنت مش عارف كذا يعني شو شمعنا يعني شوها الحكي والناس تكفر نعوذ بالله أنا في الكورونا إذا سمعت بعض قصص المنتمين لبعض الأديان كفروا قالوا هذا يعني We don't believe in God يعني شوها الحكي الجنائز والناس بالشوارع مرمية وبالنيويورك الثلاجات في الشوارع وكذا There is no God نعوذ بالله نعوذ بالله أما المؤمن فهو ينظر بعين الإيمان لهذه المصائب ويستفيد دروس منها فالاعتراض على قدر الله الذي يعترض ما يكون من المسلمين هذه عقيدتنا أما كنا قلنا عنوان جانمي أهل المعاصي والتقصير وضعيفي الإيمان والفساق والفجار وقبلهم الكفار يحتجون بالقدر في تبرير معاصيهم ومنكراتهم فأصبحوا مثل الكفار الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى الإسلام احتجوا بالقدر وقالوا كما الله بيّن لهم سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء نحن كفرنا لأنه الله شاء الكفر نعوذ بالله كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون عندكم دليل إنه الله عز وجل أمركم بالكفر نعوذ بالله فقالوا لو شاء الله أي إن كفرنا ليس منا وإنما بمشيئة الله وإرادته كلمة حق أريد بها باطل بيّن الله عز وجل ردّا على هذا الفهم المنحرف للمشيئة والإرادة كأنهم يقولون بمشيئة الله وإرادته التي تقتضي أن لا نعاقب ولا نسأل هذا هو المنكر هنا بمشيئة الله وإرادته في بعض الآيات والله أمرنا بها نعوذ بالله قل إن الله لا يأمر بالفحشاء لو كان الأمر على ما قالوا أنه هذا بأمر الله وإجبار الله لهم وأنه لم يكن لهم اختيار أبدا إنما قدره الله عليهم وأكرههم على فعله لو كان الأمر على ما قالوا لما عدّبهم الله سبحانه لأنه حاشاه لو عدّبهم لكان ظالما لهم وهل يعقل أن ينسى بالظلم لله نعوذ بالله لو فعلوا أنت بتقول لابنك روح يا أبا جيب كاسة مي ولما يجيبها بتضربه كف ليش يجيبها شو أنت عاقل ولا مجنون أو هذا الإبريق أو الجرة إحنا هذي خلصنا منها بأخذها وكسرها وحطها في الزبال على القاربج بكرة فبعد ما كسرها ضربته بحجة أنه ليش تكسرها طبما أنت أنت طلبت يعني هل يعقل أنه الله يفعل هذا في الخلق طبما أنت أنت وأنت بشر مش كامل وبتظلم أحيانا لا يمكن أن تقبل هذا المنطق في حياتك فكيف ممكن يدعي مدعي على الله عز وجل أنه يعاقب العاصي ويعاقب المذنب ويعاقب الكافر على شيء لم يكن لهذا الإنسان فيه اختيار هل هذا يعقل يعني هذا من أبسط الأمور التي أنا بنصح نفسي وإخواني وأخواتي فيه أنه مهما تكلمنا في القضاء والقدر كل حل بيجيب سؤال كل جواب بيجيب سؤال ما حتخلص وحنقول بعد قليل ليش فاحسن شيء تسلم لربنا عز وجل ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا شاف الصحابة بتناقشوا بالقدر يكره ذلك يقولهم هذا مش شغلكم هذا سر الله في خلقه أنتوا شغلكم اطيعوا الأوامر اللي أمر الله بها هذا شغلكم طلب منكم تصلوا أمركم بالزكاة أمركم بالحج أمركم بالصيام نهاكم عن شرب الخمر عن عقوق الوالدين عن السرقة عن أكل مال اليتيم عن الزنا عن فاقتمروا بما أمر الله وانتهوا عما نها شغلكم أنه تروحوا على الغيب وتدوروا عليه مش شغلكم هذا الغيب هذا محجوب عنكم لا تدوروا عليه إدوارتكم عليه بتضيعكم بتقودكم إلى الشيطان والشيطان ما بيقود إلا إلى جهنم ما تبحثوا فيه الله قال لك صلي بصلي ما ما تصير تتفلسف وتقول أنا ما أبدأ أصلي لأنه لو الله شاء أصلي يعني كان بصلي فبعض الناس هذه هي حججهم إذن لو كان الله عز وجل أكره هذا الإنسان على المعصية ولم يكن لهذا الإنسان خيار عز وجل ثانيا أن المحتج بالقدر يقول على الله بغير علم ويدعي علم الغيب ليش يدعي لأن القدر غيب قدر الله غيب ما حد بعلمه إلا الله فكيف يقول إن الله أراد لفلان الهدى ولفلان الضلال كيف بأي حق أنت بيقول ربنا أراد لهذا الضلال ولهذا الهدى ممكن هذا بعد سنة يكون من أكثر الناس هدى مين أنت حتى تحكم أنت بتعرف الغيب بتعلم الغيب شو اللي أنت الله أمرك به الله أمرك بتنفيذ أوامره سبحانه وتعالى والسعي لطاعته وطلب ثوابه ورضاه هذا اللي ولذلك كان عيسى عليه السلام يقول اسألوا ما أمر الله ولا تسألوا لما أمر الله ليش هذا مش شغلكم تحت عنوان تحت الآية لا يسأل عما يفعل وهم يسألون لا تدخل في قضية ما هي تخصصك والله الآن الناس قاعدين بيحترموا التخصصات وفي أي شركة ضخمة في ديبارتمنت وهذه الديبارتمنت يعني يعني أنا اليوم شفت ماي داكتر فبسأل عن ون أوف ماي مادسين قال لي والله هذا يعني حالي شفتها مرتين في حياتي يعني عيام ما كنت رزيدنت والآن أنت يعني هذا ليس ليسي أنا شغلي في كذا فأنت أشوف دكتورك ما بعرف دكتور كبير احترام هذا هذا عاقل يعني زاد زادت قيمته وهيبته في نفسي يعني أنه عاقل بعرف إيش بتكلم وإحنا بشر فأنت مش تخصصك دائرة الغيب هذه مش تخصصك ولا النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم الغيب إلا ما أعلمه الله ولا هل هل يعقل يقعد المجتمع الإسلامي على كف يعني على فوهة بركان في اتهام المنافقين لعائشة رضي الله عنها بسفيان صفوان بن المعطل بالزنا وثلاثين يوم والناس بتخوض وبتحكي وبتتكلم والنبي صلى الله عليه وسلم يعني متحير ولا يعلم الغيب ما بعرف أن عائشة بريئة رضي الله عنها ما تعرف لما أنزل الله عليه القرآن لا يعلم الغيب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مين أنت مين أنت حتى تعلم النبي صلى الله عليه وسلم ظل يدعي أبو جاهل ظل يدعي أبو لهاب ظل يدعي عم لآخر اللحظة ما كان بعرف أنه في اللوحة المحفوظ فيه أبو طالب أبو مش هيأمن بده يموت كافر ما بعلم والله عز وجل حجب عننا هذا العلم لأنه من حكمته أن يمنعنا من معرفته لأنه لو علمناه لما قامت السماوات ولا الأرض أبدا كان الدنيا كلها صارت يعني طاسة وضائعة كما يقولون الأمر مضطرب عقد هذا الكون ينفرط شو بالله عليك لو بتعرف أنت هذا الغيب وإنت متى بتموت وإبنك وبنتك كل زوجته كيف الحياة بتصير الله حجبوا عننا ما لنا شغل فيه ومنه أيضا الهدى والضلال محجوب طب أنا كيف بعرف إذن شو أسأل وتعرف الله قال لك افعل ولا تفعل هذا هيك بتعرف أنت أنت خلق الله عز وجل صنعة الله عز وجل أنت ضعيف مسكين محتاج إلى الله 24-7 بحاجة إلى رب العالمين فأنت ما عليك إلا أن تأتمر بما أمر وتقعدش تدخل الدائرة الممنوعة هذه دائرة ممنوعة محجوبة عنك مش إلك مش شغلك فيها اليوم تجد أهل المعصية يحتجون بالقدر على معاصيهم بتقول الواحد يا أخي صلي ليش ما بتصلي يا رجو الله أنت يعني يعني صادق كلاسي في التعامل أمين في هيئتك حتى يعني تدل على هكذا إنسان متحضر لماذا لا تصلي الله يا أخي حتى يشاء الله الله مش رايد لي هذه كلمة قال يعني هل يعقل مسلم مؤدب يقول هذا الكلام عن رب العالمين سبحانه وتعالى تكلم عن رب العالمين هذه الكلمة الله أمرك الله أراد لك إرادة شرعية أن تصلي وأن تصوم وأن تلتزم بالإسلام أراد لك أمرك شو معنى الإرادة هي بالإرادة نوعين المشيئة يعني مشيئة شرعية ومشيئة كونية المشيئة الشرعية أوامر الله ونواهيه افعل ولا تفعل المشيئة الكونية ما يحدث في هذه الأرض من خير وشر هذه مشيئة كونية كلها جاء الله كلها لا تقع إلا بمشيئة الله خير أو شر هذه كونية أنا لون مايسكن جلدي هذا الله عز وجل ما بحاسبني عليه لكن إذا بدي أنا أعق والدي بدي أتحاسب هذا اختياري قراري لو كان كفر الإنسان كلون جسده اللي ما بتحاسب عليه كان ربنا ما بحاسبك على الكفر لأنه مثل ما فرض عليك لون جسدك ولون عيونك وين ولدت على فهم هؤلاء المنحرفين فرض عليك أيضا الكفر والعياذ بالله فما بحاسبك بحاسبك على لون جسدك ما بحاسبك بحاسبك وين ولدت بحاسبك على أمر أنت بتقدر تختاره إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا هذا الأمر بإيدك أنت مخير فيه لكن الله علم اختياراتك وعلم قراراتك من بالأزل فلا تأتي وتقول أنا حتى يشاء الله بصلي حتى يشاء الله بترك التجارة بالمحرمات حتى يشاء الله بترك العلاقة المحرمة حتى يشاء الله بلبس الحجاب حتى يشاء الله بصطلح مع أخوي هذا كله من وساوس الشيطان فلا تحتج بالقدر على ترك الواجبات وفعل المعاصي ولذلك الله عز وجل ذم الكفار وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشة أتقولون على الله ما لا تعلمون هكذا كان يقول الأهل الكفر فأنت يا أيها المسلم تجرؤ على أن تقول مثل هذه الكلمة لم يشاء الله إلي الهداية طيب أنت يعني مبسوط على هالشغل أنه ربنا ما شاء لك الهداية مبسوط أنه ربنا عز وجل أراد لك الضلالة والضياع وجهنم أنت يعني إيش اللي واحد بيفخر فيه برفع راسه يعني أنا مش قادر أفهم يعني عند هؤلاء الذين يحتجون هو بتفكر ربنا عز وجل بحاجة لصلاتك وصيامك وهدايتك هذه إلك أنت أنت الله غني عن العالمين لو كل الناس يعني نعوذ بالله كفروا ما بأثروا على ربنا عز وجل لكل الناس آمنوا ما بينفعوا ربنا سبحانه وتعالى هذا إلك حتى ينتظم هذا الكون ويعيش الكون في أمن وأمان وسلام لا يمكن أن يعيش الكون بأمن وأمان وسلام إلا إذا عاش على على القوانين اللي أنزلها له صانعه سبحانه وتعالى تماما مثل أي سلعة أي سيارة أي سمارتفون إذا ما مشيت على الماني واللي اتدمروا بخرب الماني والتبعك أنت القرآن الكريم هذا الماني وال هذا كتابك الهداية هذا اللي بدك تمشي عليه حتى تهتدي وحتى تنجو وحتى تعيش بأمن وأمان مش بس أنت الكون كل الكون وما يعاني الكون منه من معاناة في هذه الأيام بل العصور مش بس الأيام إلا لاجتناب الناس هذا الهدى اللي نزل إلهم نزل إلهم جميعا مش عايزين دائرين ظهرهم إلو تحملوا النتائج هذا مثل قولهم اللي بيقولوا هذا الكلام أنه أنا ما بصلي حتى الله عز وجل يكتب لي ولا الله مش كاتب لي قولهم مثل قول هؤلاء والله أمرنا بها الله أمرنا بترك الصلاة والعياذ بالله طيب هل علم الغيب هذا الذي يقول هذه الكلمة لأنه القضاء والقدر غيب هذا أنت ما بتعرف شو المكتوب ولذلك الواحد منهم ما بيجي يتكلم بالقضاء والقدر إلا على مثل ما بيقوله الختياري على حصة ربنا عز وجل على الصلاة والصيام والتكريف الشرعية الأمور الأخرى ما بيرضيج احتج فيها بالقضاء لأنه ربنا عز وجل لما كلف الملك لما كلف الملك وأمره بنفخ الروح كتب أمر بكتابة رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد طيب أنت الآن متفق معنا على هالكلام يا من تجادل وتقول الله مش كاتب لي أصلي طيب يا سيدي ليش ما أخذت بهذه القاعدة عند رزقك وقعدت في الدار وقلت إذا الله كاتب لي الرزق بينزل منها السماء أنا خلص والله أنا بدي أبطل أروح على الشغل أنا بعمل تين ثاوزن أمانث آي وليس طب لأنه مدام بعمل تين ثاوزن دي أنا كم نومة روط خلص الله مقدر لي عشر ألاف وقعد في الدار بالله عليكم في حد من هالفوساق والعصال اللي بيحتجوا بالقدر على قل الدينهم في حد منهم بيقعد في دار وبيشتغلش وبيقول الرزق بنزل من السماء ولا بيحرثوا إحراث لوحوش بيحرثوا ليل نهار ما روح صلاة الفجر بيكونوا طالعا شاوله ليش يسيد يقعد في الدار يقعد في الدار وارضب مما قسم الله ويقول هذا قدر الله ولما حد بيجي يسرق مالك أو يغتصب أرضك تقول رضينا هذا يا الله هيك كاتب يا أخي شو بنقدر نساول خلص هذول احتلوا فلسطين يا أخي شو يعني هنيئا لهم يعني هيك الله قدر إحنا ما لازم نطالب بحقوقنا ولا نازم نقاوم احتلال ولا نازم إحنا خلص مش قدر الله ما هي لأنه كتب رزقك مع شقي أو سعيد في من الصبح بتسري لرزقك عارف ليش لأنه الجواب إذا ما سريت على الشغل بيجيك فورا هيك على راسك ضربة قوية يعني في بلز وفي مرابدها وفي أولاد بدهم وفي فواتير لازم تدفع ولا بترحل من الدار ولا بأخذوا السيارة ولا بتوقف على المؤسسات اللي تعطيك أكل توكل لأنك بتشعر بعضة الأمر هذا لكن عند الصلاة والصيام والدين لا يوم الله بيعين الله كسلان تارك لأوامر اللعب ولما يبن قال لك ما سيد يا الله لو كاتب حتى يا شاء الله يا ابن الحلال والله بيكون سبعين سنة عمره أحيانا يا أخي والله الله مش رايد أما الله رايد إنك تطقم كل يوم بتغير وبتبدل ثري بيسز ورايد إنك تروع شغل ورايد بالتعريفة بتحاسب بالسنت بتحاسب شركائك وبتزعل ورايد إنه أنت تحارب أخوك صال لك ثلاثين سنة محاربه لأنه راح على البلاد وزور الأوراق وأخذ حصتك من الأراضي ليش تزعل هذا قدر الله خلاص سلم ليش تزعل وبتغضب وبتحاربه ثلاثين عام ما بتقول السلام عليكم لا بعيد ولا بغير أنا ما بقول عنه محترم وظالم لكن سلم مثل ما سلمت بالصلاة والصيام وتركت الصلاة والصيام ليش سلم كما سلمت هنا فلذلك هذا كل دعوة باطلة وكذب وإنما هي حجة البطالين والفساق والذين ضعف إيمانهم ولم يعد لله عز وجل نعوذ بالله من الخذلان لم يعد لله هيبة في نفوسه إلا من رحم الله وتاب وعاد إلى الله عز وجل من حيث الأصل أيها الإخوة والأخوات الإسلام كره كثرة البحث في القضاء والقدر نقل نخليه شغلنا الشاغل يعني عملوا هيك بعض العلماء وجلسوا سنين وكتبوا كتب وبعدين مثل الرازي مثلا يعني في آخر كلامه وآخر حياته قال اللهم أمتني على ما ماتت عليه جدتي يعني أنا كلها القصص هاي والكتب خشينا في القدر والقضاء وما هو أو تعريفاته ومراته واجع رأس يا الله يا رب موتني مثل ما ماتت جدتي بتعرفش كلها التفاصيل بتعرف الله واحد والنبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والله فرض علينا هالفروض ونهانا عن هالفروض انتهينا نسلم إن شاء الله بسيلا قربنا بالأمور هذا اللهم أمتني على ما ماتت عليه جدتي هيك الإيمان الختيارية إيمان العجائز إيمان العجائز فهم يعني يعني هكذا إيمانهم خالص لله عز وجل لا راحوا على جامعات ولا درسوا في كليات ولا ختموا كتب ولا إنما هم مؤمنون بفطرتهم مثل الأعرابي اللي قال البعرة تدل على البعير والأثر يدل على المسير قال واضح يعني كل هذا الخلق لا يدل على العليم الخبير يعني واضح الأمر ما بحاجة يروح على جامعة فالإسلام كره البحث في القضاء والقدر من حيث الأصل ليش لأنه الغيب لا يدرك بالعقل ما ممكن وقد يفضي إلى الضلال والضياع كما يحصل مع بعض الإخوة اللي يضلوا في هذا الباب قل أخوات وقادهم ذلك إلى الكفر نعوذ بالله روى الإمام الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم غضب غضبا شديدا عندما خرج على أصحابه يوما وهم يتنازعون في القدر غضب النبي صلى الله عليه وسلم كان ممكن يقعدوا وجاوبهم لكن عايز يعلمنا ويربينا وربيهم قبلنا هذا مش تخصصكم هذه الدائرة مش لكم خليكم مشغولين فيما أمركم الله به وشرعه لكم سبحانه وتعالى الله أمركم تعمروا الأرض والذي أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها عمروا الأرض شمعنا أنتو عالى على البشر إحنا إحنا المسلمين عالى على الناس مع أنه كل العلوم اللي الآن موجودة وصولها من أجدادنا سواء الكيميا والفيزيو والجبرة والرياضيات والفلك وكله مين اللي بدأ بكل هذه العلوم مين إحنا أجدادنا المسلمين لما لما كنا خير أمة فقالين تبعين فلسفة وقيلوا قال شوفوا وضعنا الآن شوفوا المذابح اللي في بلادنا شوفوا الدماء اللي بتسيل أنهار من جسد الأمة الإسلامية شوفوا لأنه صارت أمة بطالة فارغة ويقودها من من لا يحسن القيادة بل يردها الهلاك عافان الله وعافى المسلمين في كل مكان فالنبي صلى الله عليه وسلم غضب غضبا شديدا لما خرج على أصحابه يوما وهم يتنازعون في القدر حتى حمر وجهه حتى كأنما فوقئ في وجنتيه الرمان كيف حبوب الرمان طلع في وجه النبي صلى الله عليه وسلم من الغضب ثم قال أبي هذا أمرتم أم بهذا أرسلت إليكم هذا اللي الله أمركم فيه اشتغلوا في القدر ليش ومتى وكيف هذا اللي أنا أتيتكم به إنما هلك من كان قبلكم حين تنازعوا في هذا الأمر عزمت عليكم كأنه يقول أقسم عليكم أن لا تنازعوا فيه اشروكم من هذا الشغل مش شغلكم هذه هذا مش شغلكم مش تخصصكم أقبلوا على ما أمركم الله به فتتلوا الصحابة الصحابة رضي الله عنهم استجابوا لعزيمة نبيهم صلى الله عليه وسلم فلم يعرف عن أحد منهم أنه نازع في القدر في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ما نازعوا وما جعلوها قضية أو حتى بعد وفاته ولما سئل علي رضي الله عنه هذا علي العالم الفقيه العابد صاحب الحجة رضي الله عنه لما سئل عن القدر فقال بحر عميق فلا تلجه هذا بحر عميق تغرق أشرك منه ما تخش فيه ثم سئل مرة أخرى فقال طريق مظلم فلا تسلكه شو بالله عليك الأول بحر عميق فلا تلجه طريق مظلم فلا تسلكه ثم سئل فقال سر الله فلا تكلفه هذا سر الله في خلقه فلا تكلفه ما حاية توصل لنتيجة فيه سلم القدر قائم على التسليم لرب العالمين سبحانه وتعالى أن تسلم له وأن تلتزم وأن تأتمر بما أمرك لا إله إلاه شدد الإمام الطحاوي صاحب العقيدة الطحوية المشهورة من أهل السنة في هذه المسألة أي ما تشديد فقال العلم علمان علم في الخلق موجود وعلم في الخلق مفقود علم في الخلق موجود وعلم في الخلق مفقود فإنكار العلم الموجود كفر وادعاء العلم المفقود كفر العلم الموجود شرع الله شريعة الله أوامر الله نواهي الله ورسوله عليه الصلاة والسلام هذا موجود أمامنا الحلال وبين والحرام وبين فإنكار العلم الموجود كفر والعلم المفقود الغيب اللي ربنا عز وجل مدح المؤمنين الذين يؤمنون بالغيب في ناس مش عايزين بدهم يشطبوا إيش اسمه غيب علمانيين بقولك ما بسدق إلا باللي بشوفه لازم أشوفه بعيني لازم أشوفه بعيني وإلا ما بسدق إنه هذا الكلام حصل يعني أنا ما شفت الصين بعيني بس بعتقد في بلد اسمها الصين في حد بنكر إنه في بلد اسمها الصين ما رأيتها بعيني لكن أنا يقين مش بس يعني فوق الإيمان إنه في بلد اسمها الصين فاللي يدعي العلم المفقود الغيب كفر ولا يثبت الإيمان إلا بقبول العلم الموجود وترك طلب العلم المفقود هذا هو المطلوب قبول العلم الموجود وترك طلب العلم المفقود ما تدور على اللي مش شغلك بس مشان أقتنع مشان أنت حر تقتنع الآيات والدلائل والبينات واضحة جداً لمن أراد الهداية ومن قصد البحر استقل للسواقية والله واضحة واضحة حتى فرعون عرفها اللي هو أشهر من أنكر الله من أنكر الصانع عرفها وقال له موسى عليه السلام قد علمت ما أنزل هؤلاء عن الألواح إلا رب السماوات والأرض بصائر بقرارة قلبك أنت عارف أنه هذول منزلات من الله وأنا رسول وأبو جاهل عرفها وأبو لهب عرفها وأبو طالب عرفها جاي أنت تنكرها عارفين الصحيح وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم بس جحود الكفر عناد فعلاً عناد الكفار الكفار قريش كانوا يؤمنوا بالله ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله شوف تعبد من عدو ثمانية ثمانية الله واحد في السماء وسبعة في الأرض وروحوا على الحج يقولوا لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك إلا شريكاً واحداً تملكه وما ملك طب لا ليش قال ليقربونا إلى الله زلفا نعبدهم والعياذ بالله فلا ندعي العلم المفقود ونتركه بحاله ونشتغل على أنفسنا وعلى حالنا ونسعد في الدنيا وننجو في الآخرة نسعد في الدنيا وننجو في الآخرة قلنا بأن الإمام الطحاوي شدد على هذه القضية حتى الناس ما يضيعوا أوقاتهم فيما لا طائل وراءه ولذلك لما تحدثنا عن الحديث أن الملك يرسله الله صلى الله عليه وسلم فينفخ بهذه قطعة اللحم 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 المضغة مثل اللقمة يعني الروح ويؤمر بالكلمات الأربعة فلا يجادل في رزقه بل يسعى على رزقه لا يجادل في حقوقه بل يطالب بحقوقه لو أن إنسانا إنسان ضربه مثلا بسلم لو واحد يضرب كف فيك يعني يا غافل إليك الله بسلم يقول يعني والله يا أخي كنت بالدزعل عليك بس هذا قدر الله يعني الله لو لا أجبرك ولا أنت بتضربنيش هذا الله أجبرك على هاله ولذلك قال قائلهم ما حيلة المرء والأقدار جارية عليه في كل حال أيها الرأى ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء نحن مجبورين نحن كالريشة في مهب الطير في مهب الريح الريح بيجي هيك بيكفأها ماحيلة المرء والأقدار جارية عليه في كل حال أيها الرائي ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء المؤمن اللي بيؤمن بالقضاء والقدر رد عليه قال إن حفه اللطف لن يمسسه من بلل ولن يبالي بتكتيف وإلقائي وإن يكن قدر الرحمن غرقته فهو الغريق ولو ألقي ببيدائي الله قال له ليش تحتاج أنت بتقول يعني مقيد الأيدين إذا حفه اللطف ولا بتصيب المية هاي إبراهيم قعدوا في النار أحرقته النار؟ لا لأنه حفه اللطف أليس كذلك؟ هاي يونس في ظلمات ثلاث في البحر والحوت والليل حفه اللطف إسماعيل عليه السلام جرت السكين على رقبته حفه اللطف فإذا ربنا لطف فيك هذا المهم ربنا يلطف فيك فينا لأنه هذا المطلوب هذا الإيمان هذا التسليم لله فما يجي واحد يقول أنا يعني ما بصلي لأنه مش مقدر أسيدي جهنم بدأت تنتلي ما في كلام يوم نقول لجهنم هل امتلأتي؟ تقول هل من مزيد لا تسكت حتى يضع الرحمن قدمه فيها فتسكت كيف يضع؟ لا ندري الله أعلم كيف قدم الرحمن؟ لا ندري نؤمن بالنص لكن لا نعرف التفاصيل لا نعرف الكيف فإذا حفك اللطف ربنا كان معك حتى مهما يكن من أمور فالله سبحانه وتعالى يقدر لك النجاح ويرفع عنك الخذلان فلا تحتج بالقضاء والقدر على تركي الصلاة وتركي الصيام وسرقة أموال الناس لك ما بترضى لنفسك ما بترضى لنفسك ما بترضى جارك يتعدى عليك وان فوت إذا حط الفنس وان فوت بتساوي مشكلة بس هو حطه بقدر الله ليش؟ لا قدر الله لو زوجك وقع بالفاحشة ولا الزوجة وقعت بالفاحشة لا قدر الله ما هذا قدر يعني ارضى ترضى بها الحكي؟ تقبل بها الكلام؟ لا يمكن ترضى المؤمن لا يرضى ولذلك احنا بحاجة أيها الإخوة والأخوات أنه إن عاود النظر مثل هذه الأفهام المخطئة والمنحرفة واللي ربما تلقيناها وإحنا صغار أو شباب في الجامعات أو في المدارس وأصبحنا نعيدها ونكررها ونفكر حالنا بنفهم ونتفلسف فيها فأنا أرجو أنه مثل هذا الأمر ما نقع فيه طبعا هذا الموضوع سأستمر به في اللقاء القادم لأنه ربما يأخذ حلقتين أو حلقتين أخرين حتى أنهي هذا الموضوع ما زال فيه إن شاء الله موضع لا بد أن تناقش في هذا الأمر هذا الركن قبل ما أختم أذكركم بالتبرعات قلنا بأنه أي اجتماع نجتمع فيه ونشهد نسجل أنفسنا بالمتصدقين ومهما أنفقت كثير أو قليل فإن الله عز وجل ينعم عليك بهذا اللفظ أنت مصلي أنت صائم أنت قائم أنت تالي للقرآن أنت واصل للرحم أنت بار بالوالدين أنت متصدق وما تخليها تفوتك ليلة إلا بصدقة أو لقاء إلا بصدقة قليل أو كثير ثم أذكر بأن الموسك فونديشن كوميتي سنتر سنبدأ محطة مع بعض المتصدقين المتصدقين جون 15 المتصدقين تحتاج إلى كل تشيئات تحتاج إلى الموسك فونديشن وموسك فونديشن كوميتي سنتر فاسبا لذلك ارجوك المتصدقين لأنهم سيبدأوا في الكميتي سنتر لأنهم سيبدأوا في الكميتي سنتر أنشطة لهؤلاء الشباب والبنات في الأعمار التي ستقرأها بالتفصيل فإحنا طبعا نرجو من الجميع أن يفعل ذلك كما أقول قبل أن أختم أيضا بدعاء لأخي أبو عمر عبد السلام شاتر دفنا قبل أيام قليلة من رواد المسجد هو وأهله نسأل الله لنا وله المغفرة والرحمة والقبول ولسائر موت المسلمين والحقيقة أمرين مستعجلين في هذا الأمر الأمر الأول لاحظت وعي عند الإخوة وعند الأخوات بالتباعد في مجموعة خالفت وكانت هاجمة على أهل الفقيد مع أن رجوناهم أنه ما يفعل ذلك لكن الكثيرين كانوا متباعدين وبعض الناس ما حضروا وهؤلاء معذورون بعضهم مرضى وبعضهم أعمار كبيرة بعضهم أقاربهم وأرحامهم مرضى ولا يعقل أنهم يجوا وأنا الحقيقة مسرور من تصرفهم عندهم حكمة ومسرور أيضا من أهل الفقيد أنه يقدروا لهؤلاء الناس أعذارهم وإحنا عدم المؤاخدة هذا موت وليس عرس فبعض الناس سألني لا ما في عتب أبدا بالعكس أنا بشجع الناس يغيبوا وبطلب من الناس يغيبوا عن مثل هذه المناسبات التجمع والعواطف بتصير جياش وبنهجم على بعض ثم بننتهي لا سمح الله بجنازة ثانية أو ثالثة أو رابعة فأرجو من إخواني أهل الفقيد أنا مسؤول عنهم أنا بحكي باسمهم ما بيعتبوا على أحد ولا يريدوا من أحد العزاء الشخصي باليد تلفون أو على الفيسبوك أو في تكست ميسج كافي وزيادة واللي غابوا معذورين اللي غابوا معذورين بل المطلوب الغياب الحد الأدنى اللي لابد منه للجنازة أما الباقي فما في داعي للحضور هذه مش واجبات حق أهل الفقيد كبير جدا لكن في غير هذه الظروف هذا الظرف ظرف خاص إذا الجمعة قاعدين بنقول للناس تجوش على الجمعة اللي هي فرض وتجوش على الجماعة صلوا في بيوتكم طب بس فتحت المسجد أول أو فتحنا الأفضل حتى الآن نصلي في بيوتنا لكن المسجد مفتوح بالعدد المحدود فلذلك ما حد يعتب على أحد وهذا أمر الله وقضاء الله هذا أخونا بعز علينا أهله بعزه علينا الله يرحمه ويغفر له أبو عمر رجل واصل رحم بيتوثي صاحب صلة لأهله وبيته وكرم رحمة الله عليه إن شاء الله هو في مكان أفضل الآن بس بطلب من الجميع الدعاء إذا دعيت هذا المطلوب وين ما كنت دعاءك يصل فمعاتبة غير واردة إن شاء الله نلتقي الأربعاء القادم سأل الله أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن اللهم آمين اللهم تقبل منا وقبلنا وعافنا وعفو عنا وسامحنا والطف بنا واسترنا وفرج كروبنا والمسلمين اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا وكفر سيئاتنا واختم بالصالحات أعمالنا وبالسعادة آجالنا وتوفنا وأنت راضٍ عنا يا رحمن يا رحيم وإلى مساجدنا ردنا يا رب العالمين أنت الذي تدبر الأمور اللهم اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون اللهم اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون اللهم اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون بجاه أسمائك الحسنى وصفاتك العلا يا رب العالمين احفظنا وإخواننا وأخواتنا من كل سوء اللهم أمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم شكر الله لكم حسن إنصاتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته